إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غناء إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين وأتممت عليكم نعمتي جزء من الآية الثالثة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ابن عباس المراد بالنعمة هنا نعمة الإسلام وكفى بها نعمة قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال في آية أخرى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ نسأل الله الهداية للجميع ما فائدة الدنيا إذا عاش الإنسان في هذه الحياة في قمة النعيم الدنيوي يتمتع بجميع النعم ما لا نخصيه عددا نعمة الصحة نعمة الجاه نعمة المال نعمة الولد كل نعم لو عاش في هذه النعم طول حياته ولكنه مات على غير دين مات على غير الإسلام ما فائدة هذه الدنيا الزائلة وهي أقصر من أن نقصرها لأن الحياة الحقيقية الدائمة هي التي تبدأ بعد الموت وصدق الله إذ يقول في صورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عاملا فالحياة الأبدية تبدأ بعد الموت في دار القرار لا وجه للمقارنة بين الدارين لا وجه للمقارنة بين الحياة الدنيا الفانية والحياة الأخروية الدائمة لذلك إذا عاش مسلما فهو يتنعم بأعظم نعمة في الوجود هي نعمة الإسلام لذلك ربنا كان حريصا على أن تكون نهايتنا على الإسلام فقال وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هذا الإسلام هو الذي يحسن حياتنا الأسرية الاجتماعية الاقتصادية في جميع مجالات الحياة لماذا؟ لأن الإسلام جاء به القرآن والقرآن قد اكتمل وبه اكتمل الدين كما سمعنا هذه الآية التي كانت مسبوقة بآية أخرى حيث يقول ربنا جل جل في صورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لإسلام دينا فالإسلام قد اكتمل على أربع مستويات على أربعة مستويات المستوى الأول هو المستوى الإيماني فالإيمان قد اكتمل والتوحيد بين جليل في صورة البقرة في الآية 156 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الوثقة لن فصام لها وفي صورة الإخلاص قل هو الله أحد وفي صورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلها إلا أنا فاعبدون وقد اكتمل الدين في المجال التعبدي إلى أن يموت الإنسان لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت وفي صورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وفي صورة الذاريات الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واكتمل في المستوى الثالث وهو المستوى الطربوي الأخلاقي ونحن في أمس الحاجة إليه خاصة في هذا الزمان حيث نشهد زلزالاً عنيفاً على منظومة القيم منظومة القيم اهتزت كثيراً وباهتزاز منظومة الببادئ والقيم والأخلاق اهتز معها الجميع اهتزت الأسر والمجتمعات بل البشرية قاطبة تهتز كثيراً لاهتزاز منظومة الأخلاق ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث مئتين وثلاثة وسبعين إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والمستوى الرابع هو المستوى التشريعي الأحكام الشرعية الضابطة لحركة الإنسان في جميع المجالات في الأسرة بين الجيران في المعاملات في السوق في جميع مجالات الحياة نعمة الإسلام أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين بعد نعمة الإسلام تأتي سائر النعم تأتينا نعمة العقل الذي شرفه الله عز وجل وذكره في القرآن بوظائفه أكثر من ألف مرة ذكر في القرآن الكريم بوظائفه ومن أدلة ذلك ما قال ربنا في سورة العمران أيام يو تسعين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي العقول لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون والتفكر مهمة العقل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القرآن الكريم ذكرنا بالعديد من النعم نعمة العقل نعمة الصحة نعمة القلب نعمة اليدين نعمة الرجلين نعمة العائلة نعمة الولدين نعمة الأجداد والجدات نعمة الأخوال والعمات والأعمام والخالات نعمة الأحفاد نعمة المال والأرزاق نعم لا نحصها عدد قال ربنا في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها لا نستطيع إحصاء قيمة وقدر نعمة واحدة فلنذكر على سبيل التمثيل نعمة الرجلين نعمة الحركة نعمة البصر نعمة الأذنين هذه النعم التي لا نخصيها عددا لابد أن نكون من الشاكرين من جهة المعترفين بنعم الله التي جاءتنا من المنعم فلا يجوز لنا أصلا نقلا ولا عقلا أن نرفل في نعيم سابغ وننسى المنعم فنتنعم بالنعم ونكفر بالمنعم نتنعم بالنعم ولا نشكر المنعم جل جلاله لذلك قال في أي القرآن وقليل من عبادي الشكور وقال ولئي شكرتم لا أزيدنكم ونقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وأهل الجنة حينما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وهكذا وفي الصلاة نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لنكون من الشاكرين للنعم التي لا نحصيها عددا فالنعم والصنفان نعم نفع نراها ونبصرها ونحس بها ونعم دفع لا نعلمها فقد دفع الله عننا الأذى دفع الله عننا المصائل التي لا ندركها فنعم الله لا نحصيها عددا وصدق الله إذ يقول وإن تعد نعمة الله لا تخصوها أسأل الله عز وجل أن نكون من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين للنعم اللهم اجعلنا ممن يستخدم نعمك في طاعتك اللهم اجعلنا ممن يستخدم نعمك في طاعتك لا في معصيتك اللهم اصطرنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم ازيدنا إيمان وتقم ويقينا اللهم ازيدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه أقم الصلاة اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة حتما في القناة ربنا اننا سمعنا منادي ينادي لليمان الأنا منو بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأدرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخرف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اشتالك سبحان ربك رب العزة عما يصفر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله